لدى تفضل سمو بافتتاح معرض الخليج للعقار 2019 أكد صاحب السمو الملكي لامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أهمية القطاع العقاري في المنظومة الاقتصادية باعتباره رافدا اقتصاديا واستثماريا هاما لافتا سمو لأن الاستثمار العقاري في البحرين ناجحا وآمنا وأن الحكومة تسعى لتدليل العقابات أمام التطوير العقاري وتسهيل عملية الاستثمار فيه وحرصة تكون التشريعات المرتبطة بالشأن العقاري متواكبة مع تطورات المحلية والعالمية في هذا القطاع الحيوي وامتدح سموه الدور الذي تطلع به المعارض المتخصصة في العقارات ومنها معرض الخليج للعقار لما يشكله من فرصة على الواقع المتطور للاستثمار العقاري في مملكة البحرين وأكد سمو أن التطور العمراني يعد ميدانا للتنافس بين الدول ومقياسا لمدى نجاحها في تحقيق التنمية الحضارية المستدامة واللحاق بركب الحداثة والتقدم وإننا في مملكة البحرين نفتخر بما يتميز به القطاع العقاري من جاذبية استثمارية تعكس قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على التطور وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد تفضل فشمل برعاية الكريمة حفل افتتاح معرض الخليج للبناء ومعرض الخليج للعقار ومعرض الخليج للديكور الذي تنظمه شركة الهلال للمعارض والمؤتمرات في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات ويشارك في حوالي 140 عارضا من 19 دولة وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والسفراء ورجال الأعمال والصحافة والإعلام وبعد أن قام سموه بقص الشريط إذانا بافتتاح المعرض تفضل سموه بالقيام بجولة في أنحاء المعرض طلع السموه خلالها على ما يشمل عليه من معروضات ومشروعات عقارية حيث أشهد سموه بما يحتويه المعرض من مشروعات عقارية ذات قيمة مهمة في تدعيم موقع مملكة البحرين الحضاري والتنموي وأكد سموه أن تزايد عدد المشروعات العقارية والمدن الحديثة التي تشهدها مختلف مناطق مملكة البحرين يعكس مدى النجاح الذي حققته الجهود المبذولة لتنمية هذا القطاع كما أنه دليل على أن البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين تتميز بامتلاكها العديد من المقومات التي حفزت المستثمرين على إقامة مشروعاتهم في البحرين وعرب سموه عن إعجامه بما يمثله معرض الخليج للعقال من فرصة للتلاقي بين المطورين العقاريين في مملكة البحرين وإخوانهم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لأن ذلك من شانه أن يدعم الاستثمارات المشتركة فضلا عن أن المعرض مناسبة هامة لعقد المزيد من الشراكات والصفقات التي تحقق نقلة عقارية نوعية في كل دول المجلس وأكد سموه أن صناعة المعارض والمؤتمرات باتت تحظى باهتمام دولي كبير وأن مملكة البحرين في إطار حرصها على مسايرات ذلك وفرت كل المقومات التي تجعل منها موقعا مفضلا لاستضافة مختلف المعارض الدولية والمتخصصة وهو ما أسهم في أن تكون المملكة الوجهة المفضلة على مدار العام لاستقطاب كبريات المعارض وأكد سموه أن الحكومة تحرص على دعم وإنعاش القطاع العقاري من خلال توفير البنية التحتية اللازمة والمتطلبات التي تمكنها من الانطلاق والقيام بدوره في دعم توجهات المملكة على صعيد التنمية الحضارية والمستدامة وأنها مستمرة في اتخاذ كل ما يلزم من أجل توفير البيئة القانونية التي تحقق للمستثمرين في هذا القطاع أجواء الثقة والطمأنينة وأضاف السموه أن القطاع العقاري يشكل أحد المرتكزات والروافد الأساسية التي تعتمد عليها مملكة البحرين في خططها على صعيد تنويع مصادر الدخل وجذب رؤوس الأموال لاستثمار في المملكة وأنوه سموه إلى أن الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بهذا القطاع تؤثر بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتسهم في توفير المزيد من الفرص التنموية في الحاضر والمستقبل وأبدأ سموه اعتزازه بالكوادر العقارية الوطنية المبدعة والتي أثرت حركة التداول العقاري ومشروعات البناء والتعمير بروح الابتكار والتنوع وساهمت في تعزيز البنية البيئة الاستثمارية في المملكة وجذب رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي الهم وعرب سموه على شكره وتقديره لجميع القائمين على معرض الخليج للعقار والمشاركين فيه على جهودهم من أجل نجاح المعرض وخروجه بالشكل الذي يعبر عن الوجه الحضاري لمملكة البحرين متمنيا سموه لهم التوفيق في تحقيق ما يتطلعون إلي على المستويات كافة من جانبها عرب أنور عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة الشركة الهلال للمؤتمرات والمعارض عن جزيل الشكر والتقدير لصاحب السموه الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام ورعاية للمعرض بشكل سنوي تجسيدا لدعم سموه للقطاع الخاص وكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية التي ترفض الاقتصاد الوطني ومنها قطاع المعارض والمؤتمرات وتوجه جبران عبد الرحمن المدير التنفيذي لشركة الهلال للمؤتمرات والمعارض بخالص الشكر والتقدير لصاحب السموه الملكي رئيس الوزراء على ما تفضله برعاية وافتتاح المعرض وأكدنا سموه الدعم الأكبر لصناعة المعارض والمؤتمرات في مملكة البحرين من ناحيته قال أحمد سليمان مدير المعارض بشركة الهلال للمؤتمرات والمعارض إن معارض الخليج العقار يتمتع بسمعة مرموقة باعتباره منصة الاستثمار على أرض الواقع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر